لو أردت أن أختار جزء من المعلومات الموجودة في الـ table students مثلا الطلاب الموجودين في الـ level 2 أريد فقط إذن نسوي select فقط للـ student الأول والثاني الموجودين في الـ level 2 إذن أخذ نفس الكودة التي كتبت سابقا التغيير الوحيد سيكون في الـ selection سأقوم بـ select نجمة from students where level equal 2 يعني النتيجة ستحتوي فقط على الـ student الموجودين في الـ level 2 إذن قمت بـ execute الـ query أخترت فقط الطلاب في المستوى الثانيين خزنت النتيجة في الـ object RS وطبعت فقط الـ first name للطلاب الموجودين في الـ level 2 مرحل اشتركوا في القناة